غيبة إمامنا عليه الصلاة والسلام لا تعني أبداً مطلقاً أن أحداً من شيعته والمؤمنين به يحرم من لقائه غيبة الإمام لا تعني أن أحداً لن يلتقي به كل ما هو مطلوب منا أن نمضي على منهاج إمامنا ونتقرب إليه فيتقرب إلينا حتى يتضح هذا الأمر أكتفي بأن أنقل لكم قصة رائعة جداً تضمنتها روايتان عن ثقة جليل ما جد وهو الشيخ علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل الثقة الجليل حدث بما جرى له رجلين في روايتين الأولى يرويها شيخ الطائفة الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتابه كتاب الغيبة عن حبيب بن محمد بن يوسف بن شاذان الصنعاني هذا الرجل الأول الذي كشف له علي بن مهزيار السر وحدثه بما جرى يقول هذا الرجل دخلت على علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فسألته عن آل أبي محمد عليه السلام ما يقصد بذلك أبو محمد هو الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام آل أبي محمد يقصد بهذا ولده المهدي صلوات الله عليه فبماذا أجابه ابن مهزيار قال يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم حججت عشرين حجة كلًا أطلب به عيان الإمام معاينة الإمام ولقاءه فلم أجد إلى ذلك سبيله يقول عشرون سنة وأنا أحج لبيت الله الحرام أملاً في أن ألتق الإمام لأن الإمام كما تعلمون يحضر الموسم يحج في كل سنة يقول لم أوافق لذلك فبين أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلاً يقول يا علي بن إبراهيم قد أذن الله لي في الحج يقول فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت شعرت بأن هذه رسالة فأنا مفكر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري أنتظر موسم الحج ليلة ونهارة أعد الأيام أعد الليالي فلما كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجهاً نحو المدينة هنا أعطف بكم إلى الرواية الثانية إلى الرجل الآخر الذي حدثه علي بن مهزيار بما جرى الرواية الثانية عن محمد بن الحسن بن يحيى الحارثي هذا الرجل الآخر الذي حدثه بن مهزيار بما جرى قال حدثنا علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي قال خرجت في بعض السنين حاجة إذ دخلت المدينة وأقمت بها أياماً أسأل وأستبحث عن صاحب الزمان عليه السلام فما عرفت له خبره ولا وقعت لي عليه عين فاغتممت غمّاً شديداً وخشيت أن يفوتني ما أملته من طلب صاحب الزمان عليه السلام طبعاً عشرين سنة هو ينتظر هذه اللحظة فخرجت حتى أتيت مكة فقضيت حجتي واعتمرت بها أسبوعاً كل ذلك أطلب أطلب المهدي عليه السلام أين أنت يا سيدي؟ فبين أنا أفكر إذ انكشف لي باب الكعبة فإذا أنا بإنسان كأنه غصنبان متزر ببردة متشح بأخرى قد كشف عطف بردته على عاتقه فارتاح قلبي وبادرت لقصده فانثنى إلي وقال من أين الرجل؟ قلت من العراق قال من أي العراق؟ قلت من الأهواز فقال أتعرف الخصيبي وفي لفظ آخر الحضيني قلت نعم قال رحمه الله فما كان أطول ليله وأكثر نيله وأغزر دمعته قال قال فابن المهزيار يعني الرجل هذا الذي خرج من الكعبة وكلمه سأله أولاً عن الخصيبي ثم سأله ثانياً عن ابن المهزيار تعرفه أنت من الأهواز تعرف ابن المهزيار يقول قلت أنا هو قال حياك الله بالسلام أبا الحسن ثم صافحني وعانقني وقال يا أبا الحسن ما فعلت العلامة التي بينك وبين الماضي أبي محمد نظر الله وجهه صلوات الله عليه هذا الرجل والذي ستعرفون أنه كان دليلاً سأل ابن مهزيار ما فعلت العلامة أنت لديك علامة من الإمام الماضي أبي محمد صلوات الله عليه العسكري لأن ابن مهزيار كان صاحباً للإمام العسكري عليه السلام فيسأله عن هذه العلامة يقول قلت معي العلامة معي موجودة وأدخلت يدي إلى جيبي وأخرجت خاتماً عليه محمد وعلي خاتم الإمام العسكري عليه السلام كان عليه اسم النبي واسم الوصي صلوات الله عليه وعليه هذا كان خاتم الإمام العسكري وقد أهداه وأعطاه علامة لعلي بن مهزيار شرف عظيم الرجل ذاك الدليل لما قرأه رأى الخاتم وقرأ ما مكتوب عليه استعبر حتى بل طمره أي كساءه البالي الذي كان على يده بكى حتى بلل هذا الطمر وقال يرحمك الله أبا محمد فإنك زين الأمة شرفك الله بالإمامة وتوجك بتاج العلم والمعرفة فإنا إليكم صائرون ثم صافحني وعانقني ثم قال ما الذي تريد يا أبا الحسن يقول قلت وهنا دققوا الإمام المحجوب عن العالم أنا هذا طلمي أنا أريد أن أصل إلى هذا الإمام المحجوب عن العالم شوف هذا الدليل بماذا أجابه وهذه إحفظها تعلمها زين قال ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم نحن المحجوبون عن إمامنا وليس العكس ما الذي حجبه عنا وحجبنا عنه سوء أعمالكم ما هو بمحجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم قم إلى رحلك وكن على أهبة من لقائه تهيئ إذاً حطت الجوزاء وأزهرت نجوم السماء وقتله وقتاً فها أنا لك بين الركن والصفر أنا رح أجيك هنا وأخذ بيدك في هذا الوقت انت تهيئ وأصلح أمرك يقول فطابت نفسي وتيقنت أن الله فضلني فما زلت أرقب الوقت حتى حان وخرجت إلى مطيتي واستويت على رحلي واستويت على ظهرها فإذا أنا بصاحبي هذا الدليل ينادي إلي يا أبا الحسن فخرجت فلحقت به فحياني بالسلام وقال سر بنا يا أخ فما زال يهبط وادياً ويرقى ذروة جبل إلى أن علقنا على الطائف فقال يا أبا الحسن انزل بنا نصلي باقي صلاة الليل إلى أن تمضي الرواية فتقول هما صليا صلاة الليل معاً طلع الفجر صليا الفجر كذلك واستمر بالمسيح يقول فلم يزل يهبط بي وادياً ويرقى بي ذروة جبل حتى أشرفنا على واد عظيم مثل الكافور فأمد عيني فإذا ببيت من الشعر يتوقد نوراً قال المح المح شوف زين هل ترى شيئاً قلت أرى بيتاً من الشعر نحن على مسافة لا فقال الأمل هناك الأمل أمل هذه الأمة وانحط في الوادي مشينا بالوادي واتبعت الأثر حتى إذا صرنا بوسط الوادي نزل عن راحلته وخلاها ونزلت عن مطيتي وقال لي دعها قلت فإنتاهت شلو نتركها هنا وضيع ممكن قال هذا واد لا يدخله إلا مؤمن ولا يخرج منه إلا مؤمن هذا من أمكنة استقرار إمامنا المهدي عليه السلام في الجزيرة المحمدية واد خاص يستقر فيه الإمام عليه السلام لا يتهيأ لأحد أن يدخل فيه ولا أن يخرج منه إلا إذا كان مؤمناً وفي بعض الروايات وصف هذا الوادي بأنه حرم المهدي عليه الصلاة والسلام المأذون له فقط هو من يوفق للوصول إلى هذا الوادي والدخول فيه يقول ثم سبقني إحنا ترجلنا الآن من رواحلنا يقول ثم سبقني ودخل الخباء وخرج إلي مسرعاً وقال أبشر قد أذن لك بالدخول فدخلت فإذا البيت يسطع من جانبه النور لأن حجة الله هناك رأى الإمام عليه السلام وما أروعها من لحق يقول فسلمت عليه بالإمامة فقال لي يا أبا الحسن قد كنا نتوقعك ليلًا ونهارًا فما الذي أبطأ بك علينا قلت يا سيدي لم أجد من يدلني إلى الآن ما حصلت على واحد يدلني عليك هنا حاول أن تحفظ هذا أيضاً جواب الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه لابن مهزيار لما قال له لم أجد من يدلني إلى الآن الآن دلني هذا الدليل الإمام قال له لم تجد أحداً يدلك ثم نكت بإصبعه في الأرض ثم قال لا ولكنكم كثرتم الأموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وَقَطَعْتُمُ الْرَحِمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ فَأَيُّ عُذْرٍ لَكُمُ الْآنَ أَنَا مَا جَعَلْتُ أَدِلَّا يَأْخُذُونَ بَأَيْدِيكُمْ إِلَيْيْ أَنَا جَعَلْتُ الروايات تذكر أن للإمام المهدي عليه السلام في غيبته خواص خدمٌ له يحيطون به هؤلاء يوظفون أحياناً بأن يكونوا أدلاء عليه يأخذون بأيدي المؤمنين الذين يطلعون به يطلبون هذا الإمام ويريدون لقاءه يأخذون بأيديهم كما أخذ هذا أحدهم أحد الأدلاء أخذ بيد ابن مهزيار وأوصله إلى حجة الله الإمام عليه السلام يقول لا يعني كلامك باطل أنا نصبت هؤلاء الأدلاء أنا وفرتهم ولكن المشكلة فيكم أنتم أنتم لا توفقون لماذا؟ قال عليه السلام كثرتم الأموال هذه النقطة الأولى نعم صحيح كثير من الشيعة اليوم صاروا طغاةً بسبب ثرائهم إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى صار عند فلسين بدأ يتجبر على العالم يتكبر لا يهتم بغيره من المستضحفين من المؤمنين من شيعة أهل البيت هناك شيعةٌ اليوم لا يملكون أقواتهم هناك شيعةٌ اليوم محتاجون للمساعدة وهم في أقاص الأرض هل اهتم أحدٌ مثلاً بالشيعة في أندونيسيا مثلاً؟ الذين حُرِقت بيوتهم قُتِل رجالهم في أحداث وقعت قبل سنتين أو ثلاث وما زالوا إلى الآن يعانون لا أحد يلتفت إليهم ولا يذهبوا لكي يتفقدهم ويساعدهم على الأقل حتى يعيشوا حياةً كريمةً وآمنةً شكراً لكم